أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة العمل على توفر السلع في الأسواق وضبط الأسعار وخلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين أوضح مدبولي أنه تم التوفق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة وهما سيسهم في توازن الأسعار كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض أهلا رمضان وكذا منافذ مبادرات كلنا واحد بهدف التأكد من توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة توفر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها على أن تقدم تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس الوزراء